بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي جماهير الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلاً ومرحباً بكم على قناتكم قناة النادي الأهلي وحلقة جديدة من استوديو التحليلي والنهاردة مباراة مهمة جداً ومحطة جديدة من محطات النادي الأهلي في بطولة مختلفة وهي بطولة كاس مصر بعد انتهاء الدوري واللي اتحسم للنادي الأهلي قبل البطولة ما تخلص بخمس جولات زي ما حضرتكم معارفين انتهينا من بطولة الدوري ورجع الدرع مرة تانية لمكانه الطبيعي لمكانه اللي بيحبه لبيته اللي متعود عليه بعد غياب مسمين مسمين حس ان هو بعيد عن المكان المحبب ليه ما يقدرش يستحمل أكتر من كده لكن هقولها زي ما قلتها بلكده غياب الدرع السنتين اللي فات احنا ممكن نخسر سنة نخسر سنة عادي مفيش مشكلة انما السنتين اللي فاته كان بفعل فاعل ايوة وحفظه لقول كده لحد ما الواحد ربنا افتكره السنتين اللي فاته كان فعلا غياب الدرع بفعل فاعل لكن الحمد لله تمت السيطرة ورجع الدرع مرة اخرى لمكانه الطبيعي النهاردة مباراة مهمة برغم الفوارق بين الفرقتين ما احنا عارفين مسابقة الكاس مهما كانت الفوارق الفنية بين الفرقتين ومهما كانت ظروف الفرقتين النهاردة نادي الاهلي بلاعب الدخلية في دور الستاشر لبطولة كأس مصر على ملعب الكلية الحربية قبل ما نتكلم في كذا موضوع منهم طبعا موضوع مباراة اليوم تعالنا نروح لمراسلنا زميلنا العزيز فاروق صلاح من فندو الاقامة نتعرف منه على اخر اخبار الفريق قبل مواجهة اليوم ان شاء الله اتفضل فاروق برحب بك كابتن الكبير الكابتن ايمان شوقي وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان بطموح جديد ويعني احنا متعودين جوا النادي الاهلي وزي ما دايما الكابتن الخطيب بيقول احنا بكرة بتاعنا خلاص بنقفل البطولة وبنفتح البطولة تانية وبكرة بتاعنا او التحدي الجديد بتاعنا بيكون تحدي جديد وبطولة جديدة بعدما انتهى النادي الأهلي طبعا من بطولة الدوري والتتويج وعودة الدرع رقم 43 للنادي الأهلي وتتويجه بطولة الدوري المصري الممتاز النادي الأهلي اليوم في تحدي جديد في بطولة جديدة بنفس الحماس بنفس الشغف اللي عند اللاعبين من أجل الحفاظ على بطولة كأس مصر اللي طوق بيها النادي الأهلي مؤخرا في النسخة الماضية بعد الفوز على فريق بيرامدز اليوم بيستعد الفريق الداخلية اللي هواجه طبعا في مباراة دور 16 لكأس مصر طبعا اللي بينتظر الفائز في هذه المباراة فريق مصري في المباراة القادمة في دور الثمانية النادي الأهلي طبعا كان أخر مباراة يعني خضى في بطولة الدورة كابتن نايمان زي ما انتعارف مباراة مصر اللي كانت أقيمت فيه برج العرب بالأسكندرية بعد هذه المباراة الفريق استهدف تدريباته مستر مارسل كولر عقد جلسة مطولة مع اللاعبين طبعا نتكلم على إنجازات الموسم الخاصة بيه ببطولة الدوري وقال لسه البطولات منتهتش لسه الموسم بالنسبة لنا منتهاش أشاد باللعبين على مستوىهم وعلى أداءهم فيه بطولة الدوري المصري الممتاز وأشاد بيه الموسم القياسي أو الموسم التاريخي أو الاستثناء اللي عمله اللي النادي الأهلي والتتويج بخمس بطولات وقال للعبين مهم جدا أن احنا نركز فيه المباراة القادمة أمام فريق الداخلية واحدة من المحطات والمباريات الصعبة بعد المحاضرة طبعا كان طلق المران للنادي الأهلي اللي غلب عليه طبعا الحماس اللي عند اللعبين تعرف أن يعني في ظل تلاحهم المباراة وتخوت كل 48 ساعة مباراة لكن فيه حماس عند اللعبين وده الجانب النفسي اللي بيجيده مستر مارس الكولر مع اللعبين والكابتن ساد عب حفيز والكابتن سامي أمصان فيه تحضير اللعبين وتجهيزه أن أنت تخلق دوافع جديدة للعبين بعد ما عمل اللعبة كل حاجة هذا الموسم مهم جدا أن أنا وحفز اللعبين واخلق دوافع جديدة للعبين وده الأمر المهم جدا أنه اللي احنا لمسينه خلال على مدار الأيام الماضية طبعا النادي الأهلي بيجيب عنه فذي المباراة قلبي الدفاع ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم بيعود له النهاردة حسين الشحات اللي كان غاب عن المباراة الأخيرة للنادي الأهلي طبعا اللي قام فيه مباراة لمصري اللي احنا لمسينه أيضا كابتن رايمن هنا اللعبين التركيزي اللي عند اللعبين مستر مارسل كولر وجلساته المهمة جدا يعني يشوف الجلسة جمعة ما بينه وما بين اللعب محمد كريستو أشاد بيه بمجهوده خلال المباراة الأخيرة خاصة المباراة المصري أيضا اللعب الكريم الدبيس اللي أصبح واحد من العيبة اللي مستر مارسل كولر بيشيد بيها وخلاص يعني من الركاز اللي ممكن تكون موجودة معها في جانب الزهير الأيسر ويعني مع وجود طبعا القيمة والقمل كبيرة جدا كابتن علي معلول أيضا دور المهم جدا طبعا ليه محمد الشناوي يعني قائد النادي الآلي وقوط اللبس في النادي الآلي في احتواج كافة اللعبين الناشئين وده أمر مهم جدا وده اللمسينه من اللعبين طبعا النادي الآلي بالأمس اختتم المرانو تدريباته على الساد مختار تيش استعدادا لزي الموجة ثم يعني المستر مارسل كولر ركز على بعض الجانب الخططية واختتم المرانو بالتدريب على فقرة رقالات الترجيح تحسبا للوصول إلى رقالات الترجيح في هذه الموجة أزولك أيضا أن فريق الداخلية طبعا تبقى للظروف القائمة والقيد طبعا بيغيب عنه مجموعة من اللعبين وده من الأمور اللي مستر مارسل كولر قال مش عايزين نبص لي المنافس عايزين نحسم المباراة أيا كان العناصر اللي يلعب بها فريق الداخلية لجنة الحكام كانت أعلنت عن طاقم تحكيم لذي المباراة بقيادة الكابتن محمد يوسف حكم السحب يعاونوا عليه عبدالبسط وهي شام طلب الحكم ربا محمد العتباني 2 على تقنية الفار حمد صباحي وعمر فتحي هنا في المقر قامت فريق للنادي الآلي بعد لحظات طبعا كابتن أيمن هيكون المحاضر الفنية المستر مارسل كولر مدير الفني للنادي الآلي لا يتكلم فيها على آخر الأمور والتعليمات اللي بيطلبها من اللعبين ومن خلالها طبعا بيعلن التشكيل اللي يخوب به أحداث المباراة ثم يكون التحرك إلى ملعب الكلية الحربية اللي يصطدف هذه المباراة اللي هتنطلق في تمام الساعة السابعة كل التوفيق لفريق للنادي الآلي تحدي جديد وبطولة جديدة نتمنى طبعا التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز كابتن أيمن شاو شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح فاروق طمنا على الأجواء شكرا جزيلا